موجز التساعة صباحا بتوقيت القاهرة مع لمياء حمدين شكرا لك محمد التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرنتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم نفت مصر بشكل قاطع نأمات دولة وسائل أعلام دولية بشأن الأعداد لتشييد وحدات للإيواء للأشقاء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة وذلك في حالة تهجيرهم قصريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطع وأكد دياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات ويقضي بالرفض التام لأي تهجير قصري أو طوعية للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه وخصوصا للأراضي المصرية لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر لسيادة والأمن القومي المصريين وهو ما أوضحته كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة وأضاف رشوان أن مصر ستتخذ كل ما يجب عمله لوقف جريمة التهجير أكد وزير الخارجية سامح شكر اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التي تجمعها مع دولة الكويت وما وصلت إليه من مسارات التعاون الثنائي من مستويات متميزة لحرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وخلال لقائه نظيره الكويتي عبد الله علي اليحيى على هامش مؤتمر ميونخ للأمن أكد الطرفان مواصلة التنصيق الثنائي بين مصر والكويت لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وتحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل للأشقاء الفلسطينيين فضلا عن الرفض الكامل لمخططات التهجير القصري ضد الفلسطينيين من أراضيهم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قرية الجلمة شمال شرق الجنين شمال الضفة الغربية وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت القرية وجابت عدة شوارع وأحياءت دون إبلاغ عن اعتقالات كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدتين كفر عين وبيت ريما شمال غرب راملة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة آليات وتجولت في أحيائهما أكدت محكمة العدل الدولية أنها لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين بعد الهجوم الإسرائيلي على رفح وأوضحت المحكمة أن الوضع الخطير في قطاع غزة ورفح بشكل خاص يتطلب تنفيذا فوريا وفعالا للإجراءات المؤقتة بموجة بقرارها الصادر في 26 يناير الماضي ولا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية ويأتي هذا القرار بعد أن طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة النظر فيما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين طلب برلماني الدول المطلة على البحر المتوسط بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة وفي ختم أعمال الجماعية البرلمانية للاتحادي من أجل المتوسط في دورتها السابعة عشر التي انعقدت في الرباط دعت برلمانات الدول المتوسط إلى استئناف الجهود للتواصل إلى حل سياسي للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين يقوم على أساس مبدأ الدولتين مؤكدة إدانتها لتصاعد أعمال العنف في قطاع غزة والضفة الغربية وما يسببه من خسائر بشرية كما عربت أيضا عن رفضها للتهجير القصري للفلسطينيين أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نقلة تحمل نفطا خاما تعرضت لهجوم بصاروخ في البحر الأحمر بينما كانت في طريقها إلى الهند وذكرت الخارجية الأمريكية أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن أصاب السفينة أم تي بولوكس كانت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية وشركة أم بري البريطانية للأمن البحري قد ذكرت أن نقلة ترفع على مبنما أصيبت في هجوم على بعد 72 ميلا بحريا شمال غرب مئناء المخة قبلت سواحل اليمن ما تسبب في حدوث أضرار طفيفة لحقت بالسفينة قال قائد الجيش الأوكراني أليكساندر سريسكي أن القوات انسحبت من مدينة أفديافكا في شرق البلاد لتجنب الحصار وأضاف أن الانسحاب جاء بعد شهور من الهجمات الروسية الشديدة ويمثل أكبر تغيير في جبهة القتال منذ استيلاء القوات الروسية على بخمود في مايو 2023 رياضيا حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادلا ثمينا مع مضيف فريق شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب خمسة جولي في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بدور المجموعات لدور أبطال أفريقيا بهذه النتيجة أصبح الأهلي بعد نهاية الجولة الرابعة برصيد ست نقاط ومن المقرر أن يلعب الأهلي في المباراة المقبلة خارج الديارة ضد مدياما الغنية مساء الجمعة المقبلة في إطار الجولة الخامسة مشاهدين انتهى مجزء التساوى نعود لإستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل